قال المصنف رحمه الله وعن أبي حميد السعيد رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث أبي حميد السعيد رضي الله عنه وفيه أيضا أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كيف نصلي عليك كيف نصلي عليك قال صلى الله عليه وسلم انظر كلمة قولوا هذه تكرت في الأحاديث الثلاثة قولوا من الذي يقول قولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر هذه الكلمة قولوا وانظر ماذا صنع بالعوام حينما أبعدوا عن قولوا هذه التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشغلوهم بصلاوات متكلفة ثم أتبعت تلك الصلاوات بتمجيد لها وتعظيم وتفخيم لشأنها والنتيجة أن العوام هجروا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أهل الأمة وانشغلوا بأشياء أحدثها الناس وهذه الصيغة التي بأيدي الناس مثل ما ذكرت لكم لما حقق العلماء نظر فيها وجدوها مجتملة على مخالفات وعلى بداء فهذه مصيبة عظيمة عندما يورط العام الجاهل بصيغ ما أنزل الله بها من سلطان ويبعد عن هذا الذي أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقوله قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد